أهلا بالأحباء الكرام في الحلقة الماضية تحدثنا عن إشكالية تاريخية مكة وطرحنا في نهاية الحلقة سؤالا مهما في صيغتين الأولى لماذا تختفي مكة من كل السجلات والعقود والمخطوطات والنقوش والعملات قبل الإسلام والتانية ألم يوجد في التاريخ أي مؤرخ أو رحالة أو جغرافي أو تاجر أو قائد عسكري أو مبشر ذكر اسم مكة قبل الإسلام بالنسبة للمؤمنين بتاريخية مكة فهي مدينة قديمة جدا ضاربة جذورها في عمق التاريخ لكن عندما نرجع لهذا التاريخ لا نجد لها ذكرا في أي تاريخ مادي يذكر قبل الإسلام نبدأ من القرن الخامس قبل الميلاد مع المؤرخ اليوناني هيرودوت عاش ما بين 485 إلى 425 قبل الميلاد الذي ذكر مدنا كثيرة في بلاد العرب وزارها بنفسه ووصف جغرافيتها في كتاباته ولكنه لم يذكر مكة ثم ننتقل لعصر الإمبراطور الإسكندر الأكبر أو الإسكندر المقدوني في القرن الرابع قبل الميلاد في حملته العسكرية حيث كلف رفيقه القائد والمؤرخ بطليموس الأول وكذلك المؤرخ اليوناني أريستوبولوس الكسندري بتقديم تقرير مفصل حول المدن المطلة على شواطئ البحر الأحمر والمناطق المجاورة لها بتقافاتها وأديارها ولم يذكر مكة ثم ننتقل إلى القرن الثالث قبل الميلاد مع المؤرخ تيوفراستوس الذي كتب عن جغرافية بلاد العرب وتحدث عن السبائيين في اليمن وتجارتهم والطرق البحرية ولم يأتي بدكر لمكة ثم ننتقل إلى القرن الثاني والثالث قبل الميلاد مع العالم الإغريقي إيراتوس تينيس القرواني وهو عالم في الرياضيات والجغرافية والفلك قد جمع من مكتبة الإسكندرية التقارير التي قدمت للإسكندر الأكبر المقدوني أثناء حملته العسكرية على الشعوب والدول التي احتلها ومن بينها بلاد العرب ومرة أخرى لا يوجد أي ذكر لمكة في كتاباته ثم ننتقل للقرن الثاني قبل الميلاد مع الجغرافي والمؤرخ اليوناني أغاتا أرشيدس وقد عمل مستشارا لبطليموس السادس كتب العديد من الكتب تدعى تاكاتا أكثر من 59 كتابا حول المدن والمناجم وطرق الحياة عند الشعوب ومعابدهم وذكر تفاصيل دقيقة عن سواحل البحر الأحمر من الضفتين ومكة لا تبعد عن الساحل سوى مسافة يومين مشيا ما يعادل 55 ميلا ولم يكن لها ذكر بين المدن والقرى الموجودة في ذلك العصر ننتقل للقرن الأول قبل الميلاد حيث قام الحاكم الروماني على مصر أليوس غالوس سنة 31 قبل الميلاد بحملة عسكرية بطلب من الإمبراطور الروماني أغسطس لاستلاء على أرض العرب الجنوب ومملكة سبأ وتقدم بجيشه بمساعدة الملك النبطي عباد الثاني من شمال الجزيرة العربية إلى مشارف أرض اليمن قطع مسافة 1400 كم تقريبا عبر الصحراء مدة ستة أشهر والنتيجة فقدان عدد كبير من جيشه بسبب الأمراض وقلة مراكز تزويد بالطعام والمياه فلو كانت مكة موجودة لذكرت في هذه الحملة العسكرية من طرف صديقه المؤرخ اليوناني سترابو وهو جغرافي رسم العديد من الخرائط ميز فيها بين أجزاء بلاد العرب بين قوسين خريطة وأيضا مرة أخرى لا وجود لمكة ثم ننتقل للقرن الأول الميلادي مع المؤرخ الروماني غالوس بلينيوس ساقاندوس وهو قائد عسكري كان صديق للأمبراطور الروماني فيسباسيان في كتابه الخامس الفصل الثناش كتب عن سواحل بحر الأحمر من جهة الجزيرة العربية وذكر معلومات دقيقة عن بلاد العرب في كتابه السادس الفصل تنين وثلاثين وثلاثة وثلاثين وذكر ما يناهز تنين وتسعين مجموعة وقبيلة في بلاد العرب ومرة أخرى لا ذكر لمكة ثم ننتقل لما بين القرن الأول والثاني الميلادي مع المؤرخ والقائد الروماني لوكيوس فلافيوس أريانوس مرة أخرى لا ذكر لمكة في كتاباته ثم نصل للمؤرخ بطليموس اسكندري الذي ذكر ماكورابا التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية وقلت أنه وضعها في منطقة شمال أرابيا فيليكس بين مدينتي سونتوس جازان في أقصى الجنوب الغربي للسعودية حاليا وتيبي مدينة ليحية داخل حدود اليمنية وقلت يعني أكثر من 700 كم عن مكة الحالية ابتداء من القرن الثالث الميلادي أصبحت العقيدة المسيحية تكتسح مناطق عديدة بسبب التبشير ولم يترك المبشرون سوقا أو قرية مهما كان بعدها إلا وراحوا إليها بقصد تبليغ رسالة الخلاص خاصة بعد اعتناق الأمبراطور الروماني قسطنطين الأول العقيدة المسيحية في القرن الرابع الميلادي فأصبحت جغرافية العالم بفضل التجارة والتبشير وحملات العسكرية تذكر حتى القرى الصغيرة التي لا قيمة لها بين المدن التاريخية ومع ذلك لا ذكر لمكة لا عند البيزنطين ولا الفرس ولا السوريان ولا الأقباط ولا الإتيوبيين إنها معضلة من الطراز الأول وصولا إلى القرن السادس الميلادي مع المؤرخ السورياني بروكوبيوس القيصري الذي عاش ما بين خمسمائة وخمسمائة وخمسة وستين ميلادية ورافق قائد الجيش البيزنطي تلافيوس بيليساريوس في حملته العسكرية كذلك تحدث في كتاباته عن أبرها وحروبه ضد عرب الجنوب وانتصاره عليهم ولم يذكر مكة بخلاف ما جاء في الرواية الإسلامية أن أبرها حاول تدمير كعبة مكة ننتقل إلى عصر الرسول في القرن السابع الميلادي فالمؤرخ الأرميني سيبيوس تحدث عن حروب هرقل ضد الفرص ودخول العرب إلى المناطق التي كانت تحت سيطرتهم ثم ذكر محمد بالإسم محمد لكن لم يذكر شيئا عن مكة لكنه ذكر منطقة جنوب الأردن كموت انطلق منه العرب بقيادة محمد وتحالفه مع اليهود المضطهدين من قبل هرقل ولم يأتي بدكر عن مسكة رأس محمد مكة المكرمة أيضا وثيقة دكترينا جاكوبي تحدثت عن نبي ظهر بين العرب وغزى فلسطين ولكن لم تذكر مكة لم تذكر مكة كمكان جغرافي إلا بعد مرور فترة على مقتل عبد الله بن الزبير في عصر عبد الملك بن مروان في نهاية القرن الأول أو بداية القرن الثاني الهجري أمام هذه الأسماء الكبرى من المؤرخين منذ القرن الخامس قبل الميلاد إلى القرن السابع الميلادي لا وجود لذكر مكة لا في كتب التاريخ ولا عند الجغرافيين ولا تجار القوافل ولا مبشرين ولا رجال الدين اليهود ولا نقش بأي لغة أو عملة أمام هذا التنقيب في التاريخ فما على أصحاب تاريخية مكة إلا البحث وتفنيد ما قدمناه بالدليل والبرهان لا بالدعاء التواطر نكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر